قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكن الحديث عن وقف النار في غزة قبل الإفراج عن المحتجزين ونقل عن بابا الفاتيكان فرانسيس ثاني تأييده بشكل شامل الخطة الأمريكية لدعم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة البابا وأنا نتوافق الرأي بشأن حرب إسرائيل وغزة لقد كان مهتما جدا بما كنا نقوم به للتعامل مع بعض الأزمات التي نواجهها خاصة في إسرائيل في هذا الوقت ولقد قدمت له خطتي وكيف يجب علينا تقديم نوع من المساعدة التي تحتاجها إسرائيل وكان الباب مؤيدا لما نقوم به بشكل شامل منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي كان قد استبعد بدوره التوصل إلى وقوف لإطلاق النار في غزة ما لم يتم تسليم المحتجزين وأجدد خلال مؤتمر صحفيا عزم الولايات المتحدة دعم إسرائيل بما يلزم لملاحقة مقاتل حماس كيربي اتهم إيران بأنها تعمل لدعم الجماعات التي تعمل لتوسيع الصراع على حد قوله نحن نعلم أن إيران تدعم هذه الجماعات ونعلم أنها تدعم حماس وحزب الله ونعلم أنهم يراقبون هذه الأحداث من كثب وفي بعض الحالات يحرضون بعض هذه الجماعات ولهذا السبب أوضحت أن الرئيس لا يريد أن يرى هذا الصراع يتسع لقد أضفنا قوة عسكرية إضافية إلى المنطقة لردع أي عمل من هذا القبيل وسوف نتصرف بشكل مناسب لحماية مصالح أمننا القومي في المنطقة والدفاع عنها ترجمة نانسي قنقر